أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الجولة التي قام بها وزير خارجيتها ريكس تيلرسن إلى منطقة الخليج العربي تهدف إلى دعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت لحل الأزمة في المنطقة ومساعدة الطرفين على الفهم الحقيقي لمخاوف كل منهما وبحث السبل الممكن للحل ووجدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هاذر نايرت في إجازها الصحفي اليومي الشكر لدولة الكويت على العمل الدؤوب الذي تبذله للتوفيق بين كافة الأطراف لافتا إلى تلمس بعض التقدم لحل الأزمة معاربة عن أملها بأن يكون الطرفان مستعدين للجلوس سويا في وقت ما في المستقبل للتحدث عن مخاوف كل منهما